هذه نقطة مهمة جداً دكتور مارو أخس إزاي بشكل صح؟ إنه في ملاحظات كتيرة ناس بيخسوا فتلاقي الناس بيقول لهم شكلك تعبان أنت في حاجة تغيرت فيك وده بيأثر كمان في نفسية طبعاً وهو كمان يكون عامل مجهود تشتاقة كمان إنه يشتغل إنه يدي بيبقوا تعبانين ويبقانين إنه دايماً بيبقى مفار انتقاد بشكل كبير عاز أسأل حضرتك دايماً التحدي بقى أنا خسيت كل حاجة زي الفل تمام إنه أحافظ على اللي أنا حقق مشكلة الناس كلها أنا بخس من هنا أو أي حد مش أنا يعني أو أنا ممكن أكون أنا برضو الساعات بخس من هنا وبعد شوية طب الموضوع يرجع إيه؟ صح يرجع تاني تتضبط إزاي ده دكتور مارو هقول لك لأنه دلوقتي بقى فيه يعني برضو جزء تعليمي اسمه إزاي يعلم الناس تغير الهابتس يعني أنا عادات بس كده العادات لازم تتغير على فكرة أول حد بيخش يقعد قدامي أو بيسألني في أي قاعدة صحاب قاعدين سواء بياخد الأدواء المصرح بيها للسمنة سواء عمل عمليات عشان بيبقى فيه ساعة حالات مرضية محتاجة أنها تعمل عملية أو سواء عمل أي نوع دايت بقول لهم كده لو ما تعلمناش عادات جديدة هو اللي أنا عملته سواء دواء أو سواء دايت أو سواء عملية ما هو إلا وسيلة لتسريع عملية الخصية إن أنا خصة أسرع لو ما طلعتش من القصة دي بتغيير عادات أنا هتخن تاجي فهي الفكرة إن إحنا نمط حياتنا الغذائي مش مزبوط عشان كده بقى عندنا أطفال كتير زي ما بتقول عندما قاومت إنسولين نخلاف سكر عندما شاكل في عطمها وركابها هم أطفال وفي الريوح يلعبوا رياضة كاباتوا يجيون لهم القصة دي ليه عشان النمط الغذائي في البيت مش مزبوط ما هم أطفال يعني أهليهم اللي بتأكلهم أو بتشتري لهم أو كذا في المدارس في النوادي إحنا الكبار الحاجات اللي أنا بطلب بشتري من بره باكل بره كتير فعندنا عادات لازم تتغير منها على فكرة إزاي نطبخ في البيت يعني دي ممكن أنا متولية القصة دي شوية مش حكاية أكل دايت هو الناس فاكرة أكل دايت من أنا حشوي طول النهار والأكل بايش مكلف جدا احنا إزاي بنطبخ الأكل العادي وبصورة اقتصادية على فكرة وبالحاجات اللي في البيت لا محتاجين نجيب حاجات غالية ولا محتاجين نجيب كمية بروتين كبيرة الأكل اللي في البيت الخضار البقول الحاجات دي ممكن بنعمل منها وجبات صحية جدا مغزية جدا مش بيعا جدا وخص في الوزن فوتعلم كمان مهم جدا في حكاية إن أنا أعمل الأكل في البيت مشتريش من بره إن إزاي نتعلم نعمل أكل بسرعة إن محدش بقى عنده وقت إنه يوقف في المطابخ سواء ستات بتشتغل أو عندها أولاد حتى لو ما بتشتغلش فاللوتز أو الأحمال والهموم بقت كتير فإزاي نتعلم نطبخ في البيت بصورة اقتصادية وصحية وسريعة دي من الحاجات اللي لازم الناس تتعلمهم إن دي بتفرق جدا وعلى فكرة يعني بقى كتير بشوفوا كتير من المراهقين ومن الناس اللي بتشتغل زينا بيروحوا لشغل دلوقتي بأكله ليه بقى اكتشفوا إنه أكل بره وكلف جدا ومتعب كمان يعني ساعات بيجيب أمراض كتير للأسف متعب جدا تلاقي بطني مكركبة مش مزبوطة على طول دخول الحمام مش مزبوط نوبات إسهال وي وي وكمان بيتاخن وكمان ما بيمدش جسمي باللي أنا عايزه هو بيبسطني وعلى فكرة مش معنى الكلام اللي أنا بقوله إن الناس حتتحرب مش هاكل مرة حتة بسبوسة حلوة مش هاكل مرة ساندوت حلوة هو أنا حاكله بس لازم نتعلم على جسمي أنا على طاقتي أنا على مجهودي أنا حاكله كم مرة بكمية قد إيه وحاكل قابله إيه وبعده إيه وحاكل معا إيه بس كت فالموضوع تضقيقة قوى مننا قابله إيه وبعده إيه حقولك ليه علشان أنا ممكن أخد ساندوتش مثلا بيرجر ولا حاجة وحاخد معايا جنبه وسلطة مش هاخد معايا جنبه بطاطس محمرة كالت البطاطس محمرة حاكل جنبها هلسلطة مش هاكل جنبها يعني نوزن علشان من الموضوع ما أخوش هاسيطار يعني هي الفكرة بس اللي عايزة أوصلها للناس عشان دي مهمة جدا جدا وانا مش بعمل كده وانا ما فيش حد بعمل كده خارج والله بيعملوا كده يعني لسه الكلمة دي بالزبط نفس اللي قالت بيحسبوها يا دكتور يعني بيحسبوا أنا من السعارات اللي أنا خدتها إيه من أول اليوم تتحسب بالشكل الضقيق يعني هي السعارات كماني بقول مش سعارات بس هي سعارات من إيه كمان يعني هي سعارات من إيه معنا ممكن أخد مثلا ميت سعر من شوكولاتية وميت سعر من طفاحية والاتنين تدوني ميت سعر بس أنا خد جسمي استفاد بإيه وإيه الفايدة الأكتر فإحنا عايزين نعلم الناس إن هي وزننا مهم لأنه بيجيب أمراضها ما بيكون زيادة نحنا بنسمي السمنة مرض الأمراض دي قصة قصة التجميلية قصة بتبقى على دي بس أنا مش عايز أعلم الناس كده أنا عايز أعلمهم إن صحتي في الأكل اللي باكله يعني الأكل اللي باكله بيفرق في صحتي بيفرق في أمراضي بيفرق في علاج أمراضي بيفرق في طاقتي بيفرق في مودي يعني حتى دلوقتي الموت بيتكلموا كله والتركيز الولاد وي وي الأكل يعني دو إحنا صغرين قللنا إيه قلنا امتحنات كله سمك كتير صحيح فاكرين؟ عشان الزكيرة أولو ليه بقى عشان أميجا 3 ده نوع من أنواع الدهون الصحية اللي موجود في الأسماك مثلا موجود في حبوب بذور الشيء وبذور الكتان دلوقتي فموجود في حاجات نباتية تانية فهي اللعبة جسمي هيستفيد إيه من الأكل؟ لو أنا فكرت كده مش هزيد في الوزن لأن أنا طبعا لي بقول أكل البيت ما بيخوفنيش في زيادة الوزن أنا بيخوفني الأكل بر والحاجات اللي محطوطة في البيت اللي احنا بنشتريه من بر حكتبكوش كيان اللي كياس بقى اللي هي شبس سناكس والحاجات دي بيرضع عليك دي اللي بتتخن ما بيجي لكش حد تتخن مهما كلف الظهر كل قد إيه؟ وطبعا مواعيد الأكل إن أنا برضو أكل الوجبة الأساسية بالليل وهو برضو الهرمونات ربنا خلقنا بالليل للنوم والنهار للحركة